السلام عليكم ورحمة الله الفقه الواضح من المذاهب الأربعة أو على المذاهب الأربعة لسيدنا الشيخ محمد بكر إسماعيل من علماء الأزهر ثم كتاب أيها الولد للإمام الغزالي حجة الإسلام المتوفى 505 هجرية يعني كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العلماء ورثتوا الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ واثر وإحنا بنتقابل مع بعض علشان كل يوم بالتراكم كده نزود حل حصيلة العلمية لما تكون إنت متين وقوي علميا تعرف طريق ربك تعرف طريق التعرف على ربك وطريق حب نبيك وتفهم دينك وتحسن أخلاقك أولا دي سكة فرض علينا نحن نتعلمها ثانيا علشان الإنسان يبقى محصن نفسه ضد أفكار الشيطان ووساوس الشيطان وضد أي أفكار بتهز معتقده أو تشككه في دينه أو يتعلم اللي مطلوب منه من الفرائد والأركان لأنك إنت مع مرور عمرك واسنين عمرك مش يعني مش من التقصير من التقصير في حق النفس إن الإنسان يكون ما يعرفش أركان دينه من الغضوء والصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها من الفقه إزاي يتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى بنتقابل كل مرة عشان نتعلم مع بعض ببساطة وربنا سبحانه وتعالى يمدنا بالفتح من عنده نبدأ بكتاب العقيدة الطحوية للإمام الكبير أبي جعفر الطحاوي قال رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم خدريني اللهم أمين قال ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول يعيسى بن مريم من السماء ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها هنا سيدنا الإمام الطحاوي بيتكلم في العقيدة على علامات الساعة الكبرى وزي ما حضراتكم عارفين أن العلماء مقسمين علامات الساعة الكبرى تأسيمتين تأسيم الأولانية علامات صغرى وعلامات كبرى والتأسيمة التانية علامات صغرى وعلامات وسطى وعلامات كبرى إحنا النهاردة بنتكلم عن جزء من العلامات الكبرى وهي أشياء فيها خوارق للعادات خوارق للعادات يعني العلامات الصغرى هي أحداث أحداث طبيعية لكن لما تحصل دي علامة من علامات اقتراب الساعة لكن العلامات الكبرى المرة اللي فاتت مهم تكون سمعت المجلس التسعة وعشرين تكلمنا فيه عن خروج المسيح الدجال عنده عين ممسوحة فيسمى المسيح الدجال وده فيه تفاصيل خارقة مش طبيعية والنهاردة هنتكلم عن شيء تاني وهو نزول سيدنا عيسى ابن مريض العقيدة احنا اتفقنا أن فيها كلام عن ربنا سبحانه وتعالى وكلام عن الأنبياء وكلام عن السمعيات الإلهيات النبوات السمعيات السمعيات وانت دايما ممكن تسمع في العلم الشرعي مصطلحات هي جديدة عليك وده شيء طبيعي وده النمو اللي بيحصل لنا تسمع اشياء مختلفة عن ودانك السمعيات هو كل معلومة غيبية احنا ما نعرفهاش إلى لما نسمع فيها دليل إما من قرآن كلام ربنا أو من السنة اللي ربنا أوحى بيها لسيدنا رسول العسل والسلام من كلام النبي عليه الصلاة والسلام فمن ضمن السمعيات ما سمعناه إن سيدنا عيسى نزوله من علامات الساعة الكبرى ربنا بيقول في خواتيم صورة الزخرف قال ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه سيدنا عيسى وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ربنا بيقول في القرآن إن سيدنا عيسى علامة وإشارة لتعلم بها قيام اقتراب قيام الساعة وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون سيدنا عيسى القصة في سطر وبعدين أفصلها لك هينزل في وقت ما جيء المسيح الدجال علشان يقتل المسيح الدجال هيقتله ويعيش ما بين الناس وينتشر الخير والعدل والجمال والرزق الواسع بعدين يحج ثم يموت سيدنا عيسى آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى وهو إنسان نبي وميلاده كان فيه معجزة البشر اتولدوا على أكتر من طريقة إنسان اتولد من غير أب ولا أم وهو سيدنا آدم عليه السلام إنسان اتولد من أب بس أو من رجل بس وهي ستنا حوة عليها السلام لما اتولدت سيدنا آدم نام فاتطلعت من ضلعه كما قالت على يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة سيدنا آدم يعني وخلق منها زوجها نام فصحي لأتخلقت من ضلعه خلق منها زوجها فاتخلقت من سيدنا آدم فجاءت من رجل وبعدين سيدنا عيسى عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى خلق من أم فقط وهي ستنا مريم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون يعني مثل عيسى كمعجزة أنه تخلق من أم فقط وليس بالعلاقة الزوجية الطبيعية ما بين الرجل والمرأة كمثل سيدنا آدم معجزة الله سبحانه وتعالى أراد أن يخلقه بشكل مش الطبيعي المتآلف والمتعارف عليه ثم الصورة الرابعة لهو أنا وانت اتولدنا من اجتماع الرجل مع المرأة في الزواج فوسيدنا عيسى عليه السلام عاش وكان نبيا في بني إسرائيل وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم وبعدين في نهاية قصة سيدنا عيسى في عشته مع بني إسرائيل حاولوا يقتلوه ولكن ربنا ألقى شبه على إنسان تاني ثم رفع سيدنا عيسى إلى السماء كما قال تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم فإحنا مؤمنين إن سيدنا عيسى حي في السماء وسيدنا محمد قبلو صلى الله عليه وسلم قابله في السماء لما طلع في الإسراء والمعرج لدرجة إن بعض العلماء زي الإمام الذهبي يقول إن سيدنا عيسى نبي وصحابي نبي لإنه هو نبي وده إحنا مؤمنين بكده إحنا كمسلمين وصحابي لإنه كان عايش فشاف النبي فرزق صحبة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وفي نهاية الزمان قبل اقتراب الساعة لما المسيح الدجال يبقى موجود وتكلمنا عنه المرة اللي فاتت سيدنا عيسى هينزل من السماء هينزل من السماء ساند أنا أحكي لك طبعا القصة كأنها قصة كده وفي وسط كلامي هقولك الأدلة من الأحاديث اللي سيد النبي ذكرها صلى الله عليه وسلم بس يغلب على كلامي الحكاية عشان أديك القصة كلها هينزل سيدنا عيسى واضع كفيه على ملكين نازل كده وهو ساند على ملكين نازل من السماء إذا تقطأ رأسه قطر يعني كأن رأسه مبلولة كده فصلى الله عليه وسلم سيدنا عيسى لو نزلها كده تنقط صلى الله عليه وآله وسلم وهينزل فين سيدنا عيسى هينزل عند المنارة البيضاء شرق دمشق في الشام أرض مباركة الشام دي وبعدين لما ينزل هيقابل المسيح الدجال عند باب لد لد دي مدينة مدينة في الشام هيقابله عند باب لد فيقتله أول ما المسيح الدجال اللي هيكون بيحارب المسلمين مع الجيش بتاعه أول ما المسيح الدجال يشوف سيدنا عيسى من كتر الخوف والرعب وعلم المسيح الدجال إن هو نهايته على إيد سيدنا عيسى عليه السلام هيدوب كما يذوب الملح في الماء فسيدنا عيسى يقوله يقوله إن لي فيك ضربة لا أنت مش هتهرب مني ويضربه ضربة بالحربة كده ويقتل وقتها المسيح الدجال لما ينزل سيدنا عيسى هينزل يكون المسلمين بيصلوا وإمامهم المهدي كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه ابن ماجة قال فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح صلاة الفجر يعني إذ نزل عليهم عيسى بن مريم فرجع ذلك الإمام ينكس لما شاف سيدنا عيسى قالوا تفضل حضرتك يرجع الورى يعني يتقدم عيسى فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول تقدم فصلي فإنها لك أقيمت أنت صلي يا إمام المسلمين أنت ويصلي سيدنا عيسى مع المسلمين وكما قال في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي رواه الإمام مسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم وانا قلتلك ان الآية اللي في القرآن بتقول انه هو من علامات الساعة ان ربنا قال وإنه لعلم للساعة أي إذا نزل علمتم بنزوله أن الساعة قد اقتربت وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يوشكن لا يوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجد الواحدة خير من الدنيا وما فيها والنزول سيدنا عيسى عليه السلام سيفيض الخير على الناس وهيبقى نزول بركة على العالم والدنيا كلها ثم حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان قصة قتل سيدنا عيسى للمسيح الدجال قال فإذا رأاه الدجال ذاب كما يذوب الملح فيقول عيسى إن لي فيك ضربة لن تفوتني فيدركه سيدنا عيسى فيقتله بحربته وينهازم طبعا الأتباع المسيح الدجال ثم بعد ذلك نختم العلامة دي لما قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يهلن يهل يعني يقول لباك اللهم بحج يهل يعني يحرم يعني والذي نفسي بيده لا يهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنيهما إما أنه هيحج أو يعتمر أو أن يعمل حجة وعمرة مع بعض زي قران كده هو يحج سيدنا عيسى ابن مريم ثم بعد ذلك بعد ما يمكث مدة في الأرض يموت كما قال تعالى في شأن كل البشر إنك ميت وإنهم ميتون وتنتهي فتنة الدجال على إيد سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام وبعد كده ننتقل في المرة القادمة في المجلس القادم للعلامة الأخرى اللي قالها سيدنا الإمام الطحاوي قال خروج الدجال ونزول عيسى من السماء ونؤمن بطروع الشمس من مغربها ناخدها في المجلس الواحد وثلاثين إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر